كشف رئيس مجلس الوزراء عن أنه تم الإفراد حتى الآن عن سلع بأكثر من ثمانية مليارات دولار من المواني وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أوضح مدبولي أنه اعتبارا من الأول من إبريل الماضي تم إعادة تطبيق قرار مصادرات أي بضائع يتأخر مستفيدوها في إجراءات إخراجها خلال مدة شهر مؤكدا عدم وجود أي شكوى تتعلق بالإفراج عن السلع حتى هذه اللحظة منذ بدء الإجراءات الإصلاحية احنا أفرجنا عن سلع بأكثر من ثمانية مليار دولار أنا بس بقولها لحضراتكم فالنهاردة اللي بقى موجود في المواني تقريبا نقدر نقول أن أغلب الحاجات اللي كانت متعطلة بسبب عدم توفر الدولار خرجت إنما يمكن زي ما كنت قلت في مؤتمر سابق إن في بعض التأخر والتلكق من بعض أصحاب الرسائل إن هم يخرجوها فإحنا كنا الحقيقة في وقت الأزمة القانون عندنا قانون الموجود بيقول إن في خلال شهر طالما الدولة مش مسؤول عن التأخير اللي حصل لو في خلال شهر المستفيد ما خرجش البضاع بتاعته بنبدأ إجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة هذا الموضوع كنا وقفناه وقت الأزمة الاقتصادية لأن طبعا كان كل المستوردين بيشتكوا إن الدولة مش قادرة تدبار لي الدولار فكانت الحاجة بتيجي وبتقعد بفترات أطول وإحنا الحقيقة بناء على طبعا يعني إدراكنا لهذه الأزمة إحنا كنا عطلنا هذه المادة اعتبارا من واحدة أربعة إحنا رجعنا هذا الموضوع عشان بس تبقى الأمور واضحة فأنا بتابع باجتماع آخر بنتابع في موضوع الإفراج من المواني إن النهاردة أي بضاعة طالما إن التأخر مش بسبب أي جاة حكومية أي بضاعة هتوصل مدتها أو تتجاوز الشهر يتم اتخاذ الإجراءات ضدها فورا بحيث إنها تصادر وبتتاخذ بالإجراءات بقى إنها بتتبع لصالح الدولة بالمزادات بقيا كان الإجراءات اللي بتتخذ وده حيبدأ يتاخذ سيبا عشان يبقى الأمور واضحة عشان ما نأخرش حاجة